كنا قبل كده تابعنا معاكم في صباح الخير يا مصر بداية زراعة أول حقل إرشادي لمحصول قصب السكر في قنة وتم زراعته بنظام الشتلات واستخدام نظام الرأي بالطنقيد وده ضمن تطبيق النظم الحديثة في زراعة قصب السكر دلوقتي احنا وصلنا لمرحلة الحصاد اللي بتتميز بجودة عالية وغزارة في الانتاج ده صحيح وعايز اتكلم بس سريعا كده عن موضوع الزراع بالشتلات مصر فيها 340 ألف فدان مزرعين قصب السكر فيهم 250 ألف فدان فقط بينتجوا قد إيه بينتجوا حوالي 8 مليون طن قصب المتين وخمسين ألف فدان دول لو وصلنا لنا نزراعهم كلهم بنظام الشتلات هينتجوا قد إيه هينتجوا 14 مليون طن فيه فرق 6 مليون طن فعلا الحقل الإرشادي ده كان اللي تم تطبيقه بالفعل كانت مساحته عفوا خمس أفدانة تم استخدام فيه حوالي 40 ألف شتلة بشاير المحصول دلوقتي بتقول انه فيه زيادة الحمد لله في انتاجية المحصول كلها توصل لستين طن لكل فدان عايزين نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير ضمن خطة تطبيق النظم الحديثة في مجال الزراعة شهدت محافظة قنة حصاد أول حقل إرشادي لمحصول قصب السكر بقرية المخدمة التابع لمركز قنة والذي تم زراعته بنظام شتلات الأنسجة صنف سين 9 وتم استهداف زراعة الحقل باستخدام نظام الري بالتنقيت وفقا لرؤية ترشيد الاستهلاك واستغلال المياه قدر المستطاع ويقام الحقل الإرشادي بالمخادمة الذي يعد الأول من نوعه على مساحة خمسة أفدنة باستخدام حوالي أربعين ألف شتلة صنف سين 9 والتي تتميز بالإنتاجية العالية ومقاومة الآفات والأمراض وتم توفير شبكة الري بالتنقيط المستخدمة في ري الحقل لإنجاح تلك الفكرة المطورة ووفقا للمؤشرات الأولية فمن المتوقع أن يحقق الفدان إنتاجية تصل إلى 55 طن قصب خام رغم الحصاد المبكر للمحصول وأنه في حال الانتظار لاكتمال نمو المحصول فإن إنتاجية الفدان سوف تتخطى 60 طن وبذلك فإن الموسم الثاني من هذا المحصول سوف يكون مبشرا حيث إن الخلفة الأولى للمحصول تمتاز بالغزارة بما يساهم في تحقيق إنتاجية أعلى من الموسم الأول ويعد ذلك الحقل الإرشادي بمثابة نوات لإنتاج 15 مليون شتلة سيتم توزيعها على المحافظات المنتجة لقصب السكر بهدف التوسع في زراعة القصب بنظام الشتلات وذلك ضمن المشروع القومي للتحول نحو زراعة محصول قصب السكر باستخدام إسلوب الشتل بالأنسجة لتحسين إنتاجية الفدان وبعد حصاد المحصول مبكرا عن موعده من المقرر أن يتم نقله إلى محطة البحوث الزراعية بمدينة كومومبو لاستغلاله أيضا في إنتاج شتلات قصب السكر بالأنسجة صنف سين تسعة بمحافظة أسوان موسيقى 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 موسيقى